غداً سيدات الطائرة يواجهنا الشمس بأولى مباريات الدور الترتيبي من الدور الممتاز الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهل بقيادة مديره الفني كابتن حمد الصافي جاهز لمواجهة نادي الشمس في تفتاح نشاط الدور الترتيبي من الدور الرسمي اللي احنا فيه ان شاء الله مباري مهم نادي الشمس فريق محترم وليه تاريخ كبير جدا طبعاً دول فتيات الزهب والصور دي من حصولهم على كأس السوبر المصري كأس السوبر المصي في كرة الطائرة الأول في تاريخه حصل عليه السيدات والرجال فريتنا كان فازت بكأس السوبر وفازت عن نادي السيد طبعا المحترم فريقة محترمة جدا 3 صف المرحلة دي من الدوري بيشارك فيها 8 أندية دوري الطائرة شبيه بدوري سيدات شبيه بدوري اليد سيدات 8 فرق الأهل الشمس الزمالك سبورتينج السيد ودي دجل الزهور سموح المرحلة دي هتلعب بنظام دوري من دور واحد وبعد كده هترتب بنفس النظام الرجال بالزبط يعني ايه 8 فرق دي هتلعب دور واحد وبعد كده هترتبه من 1 تماني بعد ما ترتبه من 1 تماني هأعمله الأدوار الإقصائية الأول لعب الثاني والثاني لعب السابع والثاني لعب السادس والخمس لعب الرابع ده نظام الطائرة سيدات يمكن بيشابه كرة اليد السيدات طب إيه الفكرة؟ ليه بيشابه بعض؟ لأن حقيقة كلة الفرق المشاركة كسيدات بيفرد على الاتحادات دوري شبيه بكده تلعب دوري كبير من عدد كل الأندية وبعد كده بتخصص وبتقلل الفرق عشان يبقى فيه منافسة تفيد منتخب مصر لأن ما فيش أي استفادة خالص لما تكسب 3 صفر والشوت 25 10 أو 25 8 ما فيش استفادة فبيديك الفرصة دي في الأول تاخد المبرادة الدرجان وبعد كده بيركز على 8 فرق وبعد كده بيروح طالع على المشاركة الإقصائية ده في الطائرة السيدات زي ما احنا شايفين أو في اليد سيدات بيخش على دورة مجمعة فهنا السيدات بيبقى ليها وضع معين عشان زي ما قلت لحضراتكم بيكون الفرق المشاركة مش كبيرة الفرق اللي بتخش مش كتير الدوري فبيبقى محتاج يعمل الدوري بشكل نعم الرجال لأن الموضوع مختلف بيبقى فيه فرق كتيرة وفرق بتنافس وفرق قوية ويبقى دوري كرة السلة هو دوري الأقوى في الألعاب الأخرى بعد كرة القدم يبقى دوري كرة السلة هو الأقوى لأن انت عندك ثمان فرق ما تعرفش مين ممكن يكسب مين ممكن بكرة الاتحاد يخسر من مصر الاتصالات ممكن نادي الأهلي يكسب الاتحاد في ملعبه 30 بونت ممكن الزمالك يخسر من مصر التأمين مفيش فرقة تعرف مين ممكن تكسب السنة اللي فاتت الأهلي حامل لقب ولكن خسر من فرقة مصر التأمين أو مصر الاتصالات ينأسف في ملعب نادي الأهلي فإذا ما تعرفش مين هيكسب فدوري الكرة السلة يبقى هو الدوري الأقوى ودورة كرة السلكت خلاص دي أخبارنا الحقيقة نطلع لفاصل وهنبتدي في استضافة نجومنا نجوم الكرة الطائرة رجال أصحاب السوبر هيكون معنا في أول فقرة لويجي وهيكون معنا كابتن تامر مجد المدرب العام ده هيكون تايجر طبعا هيكون أول ضفين معنا بعد الفاصل